سلم الاحتلال الصهيوني جثمان الشهيدة الطفلة رقية أبو عيدة إلى الهلال الأحمر الفلسطينية جنوب مدينة الخليل وتم نقلها إلى المستشفى يذكر أن رقية استشهدت صباح اليوم برصاص حارس مستوطنة شمال القدس بدعوة محاولتها طانح بدم بارد أعدم حارس مستوطنة صهيونية شمال شرق مدينة القدس المحتلة صباح اليوم طفلة فلسطينية بزعم محاولتها الاقتراب من بوابة المستوطنة لتنفيذ عملية الطعن وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد الطفلة برصاص الاحتلال بدورها أكدت تقرير صحفية أن الطفلة هي رقية أبو عيد ذات الثلاث عشر سنة وتنحدر عائلتها من مدينة يطا قضاء الخليل إلا أن العائلة تقيم في بلدة عناتة ودعت شرطة الاحتلال أن الطفلة وصلت لمدخل المستوطنة محاولة طعن حارس الأمن مضيفة أن الحارس أطلق النارة تجاهها مؤكدة عدم وجد إصابات بصفوف الاحتلال وفي تطور لاحق اعتقلت قوات الاحتلال واليد الشهيدة وحاولته للتحقيق ومنذ اندلاع انتفاض القدس في الأول من أكتوبر الماضي استهدفت قوات الاحتلال العديد من الفتين والفتيات بشكل مباشر بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن حيث كانت تتم عملية اعدام مباشرة لمجرد الاشتباه وهو ما دفع العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية للتنديد بهذه الجرائم ضد الفلسطينيين وباعدام الطفلة رقية يرتفع عدد الشهداء منذ بداية انطلاقة الانتفاضة إلى 164 شهيدا بينهم 32 طفلا في غضون ذلك تعرضت قوة الاحتلال لإطلاق نار قرب موقع نحا العوز شرق اقتاع غزة دون ان يبلغ عن وقوع اصابات وقال صحف صهيوني ان جيش الاحتلال رد على إطلاق النار على دولية الاحتلال شرق اقتاع غزة ولم يصدر اي تعقيب من فصائل المقاومة حول الحادث اشتركوا في القناة